وإلى شأن سياسي نفقد خطب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والوفد المرافق له بقوله نريد عراقا قويا ومستقرا ويأخذ المكان التي يستحقها في محيطه العربي والإقليمي مؤكدا إن كل إمكانات وخبرات السعودية في خدمة العراق وشعبه وكشف عن رفع مستوى التعاون في كل المجالات مع العراق في ظل رغبة حقيقية من الطرفين للاستفادة من الطاقات والفرص الاقتصادية المتوفرة لدى البلدين فيما قال عبد المهدي إن تطوير العلاقات العراقية السعودية حاجة ملحة لبغداد وللمنطقة ويساعد في تحقيق السلم والتنمية لفتا إلى أن ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين بغداد والرياض يشكل بداية لفتح آفق جديدة ويلبي مصالح الشعبين العراقي والسعودي